عايزين يسرقوا تاريخنا الملكة كيليوكاترا إفريقية على نتفليكس ومطالبات بمنع عرضه بيحاولوا يسرقوا تاريخنا ويزوروا فيه وامطلعينها صمرة وبشعر مجاعد وملامح إفريقية وبيقولوا المصريين ده اللي عندنا ودي الحقيقة واللي مش عاجبه ما يتفرقش الملكة كيليوكاترا إفريقية في مسلسل على نتفليكس الجديد والجمهور بيطالب بمنع عرضه حلت غضب كبيرة جدا من المصريين والوينانيين بعد إعلام منصة نتفليكس عن مسلسل على الوثائق الجديد عن كيليوكاترا بيرثت حياة الملكة المصرية ونشرت المنصة البوستر رسمي وتريلر بتاع المسلسل لكن المفاجأة اللي بجد إن الملكة كيليوكاترا ظهرت بملامح إفريقية وبشرة صمرة وصعر مجاعد بمعنى تاني إن المسلسل بيروج لحقيقة مغيرة تماما للتاريخ وهي إن الملكة كيليوكاترا كانت إفريقية مجرد مستعمرين وطبعا الإعلان عن المسلسل خلق حالة جد الوسعة جدا بين المتابعين واللي اعتبروها محاولة واضحة لسرقة التاريخ وتدليسه بمعلومات مش حقيقة خاصة إن كل العلماء أكدوا إن الملكة كيليوكاترا كانت بيضة جدا وجمالها كان مبهر وكانت يونانية الأصل لأنها من نسل الإسكندر الأكبر لكنها عاشت في مصر وبقت ملكة فيها يبقى إزاي بقت حولت بقدرة قادر لملكة إفريقية صامرة وبشعر مجعد كمان الفيلم مش بيحاول يسر تاريخ كيليوكاترا ولا حاجة لا هو بيحاول يدعم حركة الأفروس نتري الزنجية المتعصبة واللي بتروح لفكرة إن الزنوج والأفرقة هم أصحاب التاريخ الفرعوني والحضارة وإن المصريين مجرد محتلين مش أكونهم أصل الحضارة ومن نسل الفرعنة خاصة لو بصين على تريل المسلسل ألاقيهم مطلعين الشعب البصرة صامرة وكلهم أفرق باعتبار يعني إنهم مؤسسين الحضارة وأصحابها وإن الحضارة دي من حقهم هم وعايزين يرجعوا لجزورهم تاني خاصة إن منطقة الفيلم هي أحد الدعمين للحركة دي بقوة فهي جايدة سميس مرات النجم الهوليود الشهير والسميس وطبعا مصريين واليونانين اللي كيليوكاترا برضو تعتبر واحدة منهم اعترضوا على المسلسل وطلبوا المنصة بمنع عرضه لإنه يعتبر تزييف للتاريخ وشنوا هشتجات كتير جدا بالطالب بعرض المسلسل لكن لحد دلوقتي المنصة ما أصدرتش أي بيان ترد فيها على مطالب المصريين مش بس كده ده كمان الفنانة أدل جيمس واللي بتلعب دور كيليوكاترا في المسلسل اتحدد الجمهور وردت على الاعترضات وقالت أنا مش هسامحكم على اللي قلتوه على حسابها الرسمي على تويتر ومش هتردد إن أحسر أي حد هيقول لي كلمة وحشة ولو مش عجبكم اختار الممثلين ما تشوفوش المسلسل أو شوفوه وعرفوا رأي الخبراء اللي هو مختلف عن رأيكم وأنا مبسوطة بالمسلسل وأفضل مبسوطة به وده مش أول مرة تحاول حركة الأفروسلاتريك لترويج فكرة المزيف عن التاريخ وحاولوا كثير يعملوا محاضرات بعنوان العودة للجزور إما إن الناس تصدق إنهم أصحاب الحضارة لكن الدكتور زايا حواز حاول يتصدى ليه وكان بيشرح في محاضرات الدليل على كسبوه والتأكيد على إن الحضارة الفراعونية أصلاها مصري مش إفريقيا ولا زنجي زي ما بيروغوا فيترى أيتم منع عرض المسلسل ولا نتفليكس هتتجاهل كل اللي حصل وتستمر بدعمها للأفروسلاتريك ترجمة نانسي قنقر